طبعا الجيش الإسرائيلي يعتبر أن منطقة طول كرم نور شامس هي جزء من طول كرم المنطقة الكبيرة والاحتلال الإسرائيلي واضح أنه يعتبر أن هذه المنطقة أصبحت تشكل تهديد وخطر على الاحتلال الإسرائيلي وهي أيضا ملهمة للمقاومة وانطلاق عمليات نوعية ضد الاحتلال ونحن لاحظنا العمليات التي تم عرضها سابقا على رأس هذه العمليات العملية المصورة المركبة التي تم عرضها وانطلقت المقاومة من مخيم طول كرم وهذا كان واضح بشكل كبير جدا لذلك الاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما أهمية طول كاريم في العمل المقاوم والبنية التحتية المقاومة الموجودة وبالمناسبة هو يعتبر طول كاريم أنها تشكل خطر وقبل ذلك كان يعتبر جهنين تشكل خطر ثم بعد ذلك يعتبر نابلس تشكل خطر ثم بعد ذلك الخليل وقلقيلها الآن واضح كما تحدثت أصبحت الضفة الغربية كلها بؤر مقاومة ومعاقل المقاومة انتقلت المقاومة شرطة من مكان لمكان وأصبح شعبنا الفلسطيني الآن في كل بيت وفي كل مكان ملهم من المقاومة في قطاع غزة وهذا واضح نحن عندما نتحدث عن الأسباب والدوافع التي تدفع شعبنا الفلسطيني إلى التحرك في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على رأس هذه الأسباب إلهام غزة وما يحدث من غزة من عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأس هذه العمليات عملية 7 أكتوبر التي كسرت هيب الجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرأت شعبنا الفلسطيني في كل مكان وخاصة في قطاع غزة والضفة وحتى خارج فلسطين في استهداف والجرأة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي أيضا هناك دوافع أخرى وخاصة الشيخ صالح العروري واستهداف الشيخ صالح واستشهاده هذا أيضا الدافع لشعبنا في الضفة الغربية واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي من فشل إلى فشل هو قبل ذلك اقتحم منطقة طول كاريم والمخيم نور شمس ومخيمات كثيرة في الضفة الغربية ولكنه لم يحقق شيء اليوم الاقتحام أيضا كان متطور بمعنى الاحتلال الآن يتجه إلى استراتيجية تدمير البيوت وتدمير المحال وتدمير مقومات الحياة وخاصة أيضا المستشفات والاعتداء على الطواقم الطبية وهذا واضح لتنفيذ المخطط الصهيوني وهو التهجير لاهن في الضفة الغربية والضغط عليهم إضافة إلى ضم الضفة الغربية وتوسيع الاستطان ولكن واضح أن شعبنا في الضفة الغربية يعلم تماما أن الاحتلال الإسرائيلي الآن فشل في قطاع غزة ويحاول أن يحول البوصلة للضفة الغربية لتحقيق نصر وهمي وموهوم وواضح أن شعبنا ينتبه لهذه الحقائق الموجودة سواء بالتهجير أو في عمليات تحقيق نصر وهمي وهذا لا يسمح في شعبنا الفلسطيني وواضح أن عمليات المقاومة تتطور وعمليات نوعية وتزداد بشكل كبير جدا ونحن بالتأكيد وهذا في إجماعة لدى سواء كان الاحتلال الإسرائيلي ومحللية الاحتلال الإسرائيلي أو المحللين لشأن بشكل عام متابعية الضفة الغربية تتجه إلى انتفاضة ثالثة والانفجار كبير ضد في وجه الاحتلال الإسرائيلي وبالتأكيد هذا سيكون يحدث تحولات كبيرة وضغط على الاحتلال الإسرائيلي وخسائر كبيرة ومواجهة كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي وهنا دوافر تصاعد العمل